بونجوغا توس جاسبا كوزاليتوس بيا ألوغ في هادلا فيديو رح نفيدكم بمعلومات مهمة حول تخصص اللغة الفرنسية وتخصص اللغة الإنجليزية وفي نفس الوقت رح نجاوب على أسئلة الطلبة اللي محتارين في اختيارهم لإحدى التخصصين وقبل البدء في الفيديو عليكم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه حتى يصلكم أو تصلكم فيديوهات جديدة حول التخصصات الجامعية والدراسة الجامعية سواء في الوطن أو خارجه إذن نبدأ أولا باللغة الفرنسية وهذا التخصص اللي قمت بدراسته وتحصلت فيه على شهادة الليسانس في انتظار الفرصة المناسبة والوقت المناسب باش نكمل المستير والدكتورة والتكوين في الخارج قلوا إن شاء الله ليوليكم إذن بحكم تجربتي اللغة الفرنسية هي اللغة التانية في دول المغرب العربي نتحدث بصفة خاصة يعني في الجزائر خاصة نلاحظ أنه في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية والعمومية نلاحظ أنه التعامل باللغة الفرنسية وحتى الوثائق الداخلية للمؤسسات تلقاها باللغة الفرنسية وعليه في اختيار تخصص لغة فرنسية تكتسب منه مهارات رائعة في النطق بالفرنسية بطلاقة والكتابة الصحيحة باتباع القواعد والفرنسية اللي تقرح في الجامعة هي يعني أكاديمية يعني أنها مختلفة على الفرنسية اللي تحدثوا بها في المجتمع يعني عامة الناس اللي مقتسبينها من الحقبة الاستعمارية ومن أجدادنا أيضا باكزمبل نسمعه غالبا يعني في المجتمع جملة مدولة عندما يقولوا نروح ونزور جدتي أو جدي يعني أني رأي عن جدتي أو جدي نزورهم ولكن هذه الجملة خاطئة في اللغة الفرنسية الرسمية الأكاديمية نقولوا وبيعاندي جورن فيزيت عمي جرانباران يعني نهار اليوم كما رأكم تسمعوا هو ليلة المولد النبوي الشريف رأيني كما رأكم تسمعوا صوت الألعاب النرياء ولكن بالرغم هذا رأني نسجل ونخليكم تستفيدوا من هذا الفيديو إذن الجملة الصحيحة هي وو دفت إتنزي لفر براندو فيزيت كنتم بارد دون فيزيت عمي جرانباران إذن جورن فيزيت عمي جرانباران هادي الجملة الصحيحة نهار اليوم نهار اليوم نهار اليوم أمي جرانباران دونك وو دفت إتنزي لفر براندو فيزيت كنتم باردو فيزيت عمي جرانباران يعني المهم أن نقرح تغير مستوى في الفرنسية كي تقرح في الجامعة أمي جرانباران كي قريتها يعني نقليكم الآن تجربة تي في دراسة اللغة الفرنسية LMD لسانس LMD en français كي قريتها قريت ثلاث سنوات لسانس LMD وين كنت وين وليت والحمد لله وهاد بفضل الله وخلاص الكلام أن دراسة لسانس اللغة الفرنسية مهم جدا تقدر تتعامل بها أو تتعامل مع الوثائق الإدارية كي تتلقىها يعني كي تتلقى الوثائق الإدارية تعرف تقراهم بكل سهولة وفي وقت ماذا انتشرت عبر وسائل الإعلام ما أن اللغة الفرنسية سيتم حذفها يعني وسيتوقف التعامل بها سواء في الوثائق الرسمية أو المحررات الإدارية وحتى في الماضلسة وحتى في مجال الطب ولكن هذا مستحيل نقوم بالني لوضحها تلقى اللغة الفرنسية مستبدلة باللغة الإنجليزية لأن هناك تعاون بين البلدين فرنسا والجزائر لا يستغنى عنه حسب ما هو معايش يعني ما يقال شيء وما هو معايش شيء آخر يعني من خلال الجالية الجزائرية والمسؤولين الكبار أيضا دون الدخول في التفاصيل بطبيعة الحال خاصة وأن اللغة الفرنسية يعتمد عليها مئة بالمئة في المدارس العليا يعني المدارس العليا عندما يدرسوها المواد الانتاحهم هي جلوها لمعظمها يعني سنبوصورا باللغة الفرنسية وبالنسبة لأهمية تخصص اللغة الفرنسية في مجال العمل تقدر تخدم بها في الشركات الوطنية للتصدير والاستيراد مثلا وتقدر تدرس بها إذن شهادة لسانس في الفرنسية تدرس بها في الابتداء والمتوسط أيضا والماستير أيضا في المتوسط تقدر تدرس به وإذا كنت مؤهل تقدر تدرس به في الجامعة لما لا وإن كنتم من المجتهدين في الدراسة بطبيعة الحال وهدفكم من الدراسة من منذ البداية يعني هو الدكتوراه يعني أني ننصحكم أنكم تركزوا هدفكم في الدراسة على الدكتوراه وبالتالي راح تصبح دكتور وتدرس بها في الجامعة ورح تتلقى بطبيعة الحال راتب شهري عالي وتقدر أيضا نتدرس بها في المدارس الخاصة يعني في البخي بي وتكسب منها المال الكثير وبالنسبة المواد اللي راح تدرسها في الجامعة تدرس يعني في الليسانس en français LMD من أهم هذه المواد الإكري للينغوستيك فونيتيك أورال يعني سرطو هذا المادة أورال تيبا أبقى أبقى لفرانسي كوراً لفرانسي 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 أو ديسانبيان سيكل يسموه لسيكل ديورمون يعني المذهب الرومانسي في القرن التاسع عشر لأنه في هذا العصر أو في هذا القرن كان هناك الكتاب وروات اللي كتبو العديد من الروايات منهم ديكتور أغو ويليسيكل ديلا للميار أو ديسوتيم سيكل يعني هذه المادة ممتعة ورح تحبها عندما تكون كتير المطالعة وديوه لير لرومانسي ونووهل وهذه المادة رح تقرأ فيها أيضا وكتب 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 أما بالنسبة لتخصص اللغة الأنجليزية فأغلبية دول العالم يتحدث باللغة الأنجليزية والدول الأخرى ناطقة بها يعني أنك تحتاجها في التعامل مع الأجانب باللغة الأنجليزية وأنت بالخارج بطبيعة الحال وليس في دول المغرب العربي أو هنا في الجزائر يعني أن اللغة الأنجليزية تخصص رائع جدا أيضا تتعلم فيها اللغة وتتحصل على الليسانس ثم الماستير والدكتورة وبالنسبة لليسانس تتمكن بها بامتهان مهنة أستاذ بعد المشاركة في مسابقة التوظيف للأساتذة وتقدر أيضا أن تصبح أستاذ في الجامعة بعد حصولك على شهادة الدكتورة كأستاذ محاضر والماستير إن كنت مؤهلا في اللغة الإنجليزية بطبيعة الحال تقدر تدرس في الجامعة أيضا بالماستير إذن خلاص القول أن كلا التخصصين عندهم مكان هامة ودراسة كل من هنا منهما يعني من الإنجليزية والفرنسية عندها فايدة كبيرة وتعلم اللغات شيء مهم جدا خاصة وإنكم راح تتقنو تتحكموا في اللغتين أكاديميا وليس عميا أتمنى أن هذه المعلومات حول اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية أفادتكم كثيرا حتى تتمكنوا من دراسة كليهما عن قناعة وبحب وشغل لأنه من أسرار النجاح في الدراسة هو حبكم للتخصص والمواد اللي فيها وبالتالي راح تحقوا أهدافكم وتنجحوا وتخرجوا العام وتكونوا من الأوائل وحب موفق للجميع